إذن بالي في أندونيسيا أصبحت وجهة سياحية دولية طبعاً بطبيعيتها الخلابة وجمالها الجميل جداً وأنا انتهزت الفرصة وأنتم عم تحتروا التقرير وجدت كمان ما يساء صور عجبتني مبارح بالصدفة شفتها بأندونيسيا وقت غروب الشمس وغابات أيضاً بالي فأدي حلوة؟ أديش بتجنن الخضار الموجود فيها وفعلاً ألوان الغروب والصور اللي ورجتنيها بتشجع الواحد أنه يطلع ويسافر كمان اليوم لما إحنا منحكي عن الاهتمام بالطبيعة أديش هي برضو كمان بتصير كريمة معنا كل ما إحنا كنا كريمين معها وأعتقد هذا الشيء موجود في أندونيسيا وموجود في بالي وكمان اليوم هي وجهة سفر لكل السياح خاصة العرسان في طبيعتها الخلابة وكمان غرابة الأماكن اللي موجودة فيها كمان يعني بعض الأشجار المنتشرة فيها وبعض أنواع النباتات يمكن أن تكون هي مصدر للمكملات الغذائية والعناصر الدوائية اللي إحنا منتناولها بطريقة وهدف علاجي أديش الطبيعة كانت كريمة معنا بمنحنا المكملات الغذائية أو العناصر الغذائية الأساسية لكن اليوم أديش إحنا كمان غذائنا أصبح بعيدة عن المنتجات والعناصر الطبيعية الهامة لهيك أصبح في بعض من الأشخاص وخاصة الشباب يلجأون لتناول المكملات الغذائية المصنعة للأسف بتكون أدرارها ونتائشها وخيمة جدا وسلبية على صحة أجسادنا إذا تناولناها من غير مشورة طبية ومن غير أيضا ترخيص من وزارة الصحة أو يعني كمان نركز أنه هناك دواعي لاستخدام هذه المكملات الغذائية رح نتحدث أكثر حول هذا الموضوع وضيفتنا في الأستوديو دبتورة رانيا شهين وهي مديرة عام الصيدلة في وزارة الصحة أهلا وسهلا أهلا وسهلا فيكم يسعد صباحكم كل عام وأنتم بخير وأنت بألف خير حسيتك أنه حبيتي كلمة ما في داعي هل هناك فعلا دواعي لاستخدام المكملات الغذائية المكملات الغذائية والعشاب الطبية والفيتامينات طبعا معروف المفروض يكون فيه نقص من شأن ناخدها ففئة الشباب غالبا اللي بيكون صحي يعني ما مش مريض ما عنده مرض بالغالب اللي ما يعمل الفحص بيكون عنده الفيتامينات في الحد الطبيعي اللي هو الرينجي المسموع فبيكون ما في داعي لاستخدامها في حال كان بتغذى تغذية سليمة ما في داعي لأخذها هلأ غالبا توصف الفيتامينات بتسمعوا هلأ كتير ناس عندهم نقص بي 12 وفيتامين دال يمكن هذا اللي بتسمعوا فالمفروض يكون عمل فحص نطلع بالفحص إنه ناقص بالتالي بنكتب له هذا الفيتامين بي 12 أو مثلا فيتامين دال هلأ هو اللي أكتر الشي وبنان على ذلك بيبدأ ياخد هاي الفيتامينات غير ذلك ما بيكون فيه الهداعي لأختها بعدين احنا عندنا في بلادنا في فلسطين الخيرات ما شاء الله كما ذكرت وكمان عندنا الخيرات كلها موجودة وكل هاي ما هي مصادرها الطبيعية طريقة امتصاصها أصلا يعني فيتامين سي طريقة امتصاصه من المنصادر الطبيعية كتير أفضل حتى ما ياخده على شكل حبوب يعني أقراس يعني طب المكملات الغذائية المنتشرة اليوم في الأسواق وفي الصيدليات أيضا ايش عم بيكون مصدرها هلا اللي موجود في السوق عندنا في السوق الفلسطيني الهم شي احنا حابين نوضحه هون انه الموجود بالسوق المصدر المفروض لما المواطن يشتري أي الدواء أو مكمل غذائي يتوجه على الصيدليات الصيدليات هي عندنا أكثر من ألف صيدلية مرخصة في الضفة هلا هاي الصيدليات بتم عليها رقابة دائما على التأكد من الرفوف المعدة على الرفوف المعدة للبيع اللي هي سواء أدوية أو مكملات اللي هي ممكن تكون هاي بتكون كلها دخلت البلد بالطريقة الرسمية إذا مستودع مستورد بده يدخل دواء بقدم ملف بندرس الملف بجيب عينات تنفحصها العينات بعدين بيصير مسموح له باخد شهادة تسجيل بيصير مسموح له أنه يبيعها ويسويقها بالصيدليات نفس الاشي المصانع المحلية لدينا كمان مصانعنا الوطنية نستغل هون الفرصة لنأكد على جودة الصناعة الدوائية وهي من أهم الصناعات في فلسطين صناعة الدواء في عنا خمس مصانع هلأ حاصل على شهادة التصنيع الجيد وبعد منها أصبح يصدر للعالم فبرضه من أكد على أهمية الصناعة الدوائية الوطنية وعلى جودتها لأنها برضه هي مراقبة من وزارة الصحة يعني بتم زيارات دائما على المصانع وتم التأكيد على جودة الدواء وحتى المكملات الغذائية اللي بتصنيعها كلها موجودة بالصيدليات وعليها رقابة فالمفروض يبدأ يشتري أي شيء يتوجه إلى الصيدليات لشراءه سواء كان إذا غير ملزم لوصفه بقدر يتوجه للصيدلية والصيدلي هو الخبير اللي بقدر ينصحه إذا عنده حالة مرضية بحاجة لوصفة طبية بيتوجه أولا للطبيب حسب تشخيص حالته وبناء على ذلك بيصرفه الدواء طب دكتوري احنا عم نحكي عن أنواع المكملات اللي هم لها علاقة بحبوب الفيتامينات ولها علاقة بالأشكال المختلفة لإلها ولا كمان احنا بنحكي عن الأشكال التانية مثل البودرة والأشياء اللي أصبحت اليوم بيتجهل إلها هدول الناس هلأ هو كان زمان أي إشي موجود بالصيدلية أي مستحضر بيسموه دواء هيك كان زمان هلأ العالم كتير تغير هذا طبعا موضوع الدواء والصيدلة والطب كتير دائما فيه تطورات فأصبح هناك تصنيفات كتير فيه صار مستحضر بيسموه دواء صار فيه مستحضر اسمه مكمل غذائي وعشاب طبية كان زمان أي حبة على شكل حبوب أو كابسول يعني دواء هلأ لا فيه إشي بتلاقيه على شكل كابسولة أو شراب ومع ذلك هو ليس دواء هو يسمى مكمل غذائي وعشاب طبية فيه عشاب كمان على شكل شاي تسمعوا فيها شاي عشاب فيه إشي برضه اسمه مستحضرات تجميل كريمات التجميل صحيح لحنا بالزبط فإحنا هنا الخطورة في كل الموضوع أنه إنت إذا توجهت إلى الصيدلية الصيدلية مراقبة من الوزارة الصيدلية مرخصة المستحضرات فيها مرخصة الصيدلية برضو خبير هو دارس خمس سنين صيدلية أو ست سنين عن هذا الموضوع فبعرف الخطورة وين هي المعلومات المضللة والإعلانات المضللة على صفحات هي التواصل الاجتماعي سواء فيسبوك أو انستجرام طيب حتى الصيدليات كمان منلاقي أنهم بيصرفوا أدوية وبيبيعوها بدون الرشيطة من الدكتور الأدوية نوعين الدواء نوعين المكملات طبعا ليست بحاجة لوصفة طبية الدواء نوعين فيه دواء اسمه ملزم بوصفة اللي هي زي أدوية الضغط والسكري والقلب ويكون مكتوب على العلبة صحيح بيكون مكتوب على نفس العلبة اللي بتشتريها مكتوب هذا الدواء ملزم بوصفة وهذا إحنا اللي بنجبرهم يكتبوا يعني إحنا اللي بنرخصه بيكون هذا إجباري إنهم يكتبوا ملزم بوصفة طبية اللي غير ملزم بوصفة بيكون مكتوب غير ملزم بوصفة هذا بتقدر تشتريه من الصيدليات بدون وصفة طبية ففي حال برضه وجود أي شكوى بإمكانكم التواصل معنا على الوزارة فيه عندنا كمان بس قبل ما ننسى إنه فيه عندنا كمان إحنا موقع إلكتروني لو وزارة الصحة ولإدارة العامة للصيدلي ناشرين عليه كل أسماء الأدوية المسجلة في فلسطين وأسعارها يعني كمان أي مواطن في حال وجود شكوك بدي يتأكد هذا الدول اللي شراء أو سمع عنه أو موجود عنده هل هو مسجل؟ هل هو غير مسجل بإمكانه طبعا هاي منشورة للبضل شو الفائدة ما يكون مسجل لدى وزارة الصحة فائدة التسجيل طبعا كتير حلو السؤال لأنه التسجيل إنك بتجيب ملف ملف لتسجيله فيه كل الأوراق هاي كلها بتندرس بالكامل بتم التأكد من كل الأوراق اللي موجودة فيها بتصنيعه كمان بيجيب وعينات بتم تحليلها وبناء على ذلك يعني التسجيل مش إنك بس تكتبيه التسجيل باخد فترة يعني أشهر باخد باخد دراسة وتقييم لطبيعة الدواء دراسة وتقييم للملف وإذا مصنع محلي بتم زيارة المصنع لتأكد كيف تمت العملية ولا يتم السماح بإنزاله للسوق ليتم إبراء لأول ثلاث تشغيلات إذن هو تسجيل نظير الترخيص أيضا هو ترخيص هو يعني كلمة ترخيص الدواء كيف ترخيص مؤسسة ترخيص الدواء هو تسجيله فتسجيله هو دراسته وتقييمه وفحص عينات وبالإضافة لأنه كمان يتم متابعة تخزينه كمان في السيدليات يعني كمان شراء الأدوية عن طريق الإنترنت هي ليست فقط إعلانات مضللة هي غير مضمونة الفعالية أنا بدي نركز على هذا الموضوع لون ما نحكي عن السيدلية نحكي عن خبير مختص دارس حول هذا الموضوع هو موجود في مكانه صحيح ويتم كمان التفتيش على تخزين الدواء لكن لما نروح للبائعية عن طريق الإنترنت تمام ونشوف كمان اليوم قدشم عندهم سلط التأثير على المستهلك يعني إذا طلعت صبية من المتابعين أنا أخذت هذا المكمل الغذائي وأعطاني النظارة لبشرتي أنا أخذته طول لشعري أنا أخذته نحفني هاي الأمور اللي هم بيبيعوها لأي مدى فيه رقابة عليها ولأي مدى اليوم كمان إحنا منسجل الحالات اللي بيتعرضوا لإلها من الحياة من ورها والنصب وبتم مراجعة هدول حلا إحنا في وزارة الصحة أي صفحة غير قانونية يتم متابعتها عن طريق في عنا وحدة الشؤون القانونية بالتعاون بأخذوا الإجراء القانوني مع النيابة يعني كل هاي الصفحات بيكون مبلغين عنها هلأ الموضوع المهم اللي كمان حابين أكد عليه إنه هاي الصفحات الإعلانات بتكون فيها غالبا مضللة للمواطن زي ما حكيتي إنه ممكن يقولوا أنتح التخفيف الوزن أو عن زيادة الذاكرة والقدر هلأ خاص مثلا كانوا كاتبين إعلانات خاصة لطلاب التوجيه إنه بسبب فترة امتحانات الثانوية العامة إنه هاي حبوب بتزيد القدر على التركيز والقدر على الصهر وهيك هلأ هاي أولا بما إنها غير مسجلة وغير مراقبة من الوزارة غير مرخصة بالتالي هي غير مضمونة أول إشي لا الأمان تبع آمنة غير مضمونة إنها آمنة كمان غير مضمون فعاليتها نتائجها وكمان غير مضمون كيف بيتم تخزينها يعني كيف طريقة التخزين كمان اللي حب أأكد عليه هلأ مدت صلاحيتها صحيح كل هاي الأمور ومصدرها مش معروف مجهولة المصدر بالنسبة إلنا الأمور الثانية إنه إحنا عنا الحمد لله يعني في الصيدليات تقدر يتوهل على أي صيدلية كل أنواع الأدوية المستوردة والمحلية متوفرة وكل موجود يعني المفروض اللي بده علاج يتوجه مباشرة للصيدلية حتى لو بده مكمل قذائي أو مستحضر تجميلي بدر يتوجه للصيدليات يعني ليش نجيب أدوية عن طريق مصادر أخرى عندنا موجود لهذه الصفحات المضللة ما أتوقع أنها كمان أرخص لأنه أنا طلعت كثير على الأسعار ليست أرخص لهذه الصفحات المضللة في قانون رادع لحتى يتعلموا لحتى كل واحد يتعلموا صحيح أول إشي زي ما ذكرت لك إحنا في عندنا متابعات هذا الجانب القانوني أنا دوري هون نحكي الجانب التوعوي للمواطنين بس الجانب القانوني صحيح في إجراءات الدائرة القانونية مع نائب العام يعني يتم مراسلته بهذه الصفحات يتم إغلاق جزء وفي يمكن المشكلة كمان أنه مش كلها موجودة عندنا يعني هي مش المشكلة مش بس في فلسطين يعني أنتم تقرأوا بكل العالم هاي يعني التحذير موجود يعني لو تقرأ هلأ السويد تحذر مواطنيها مشراء الأدوية عبر الإنترنت ظهر جزء كبير من هاي الأدوية قد تكون مغشوشة وقد تكون مزورة يعني السويد نفسها كات بهذا التحذير فهذا التحذير لأنه البلد أو السلطات الصحية في أي بلد دائما إلها رقابة على المؤسسات الموجودة عندها كمان الدواء له دائما خاصية لا يمكن تعاملين كأي سرعة أخرى يعني لا يمكن يتعامل الدواء زي مثلا عفوا الملابس أو الأتات أو الأواني المنزلية اللي بنشر عن طريق الإنترنت لا يمكن أنه يتعامل بهذه الطريقة فهون في خطورة من الموضوع ولازم الناس تكون أوعى من تلك بكثير يعني نحن مرد نرجع آه بالضوطين نحن مرد نرجع للنقطة الأولى اللي هي أساس الوعي لا ديش كان المستهلك عنده وعي نحن محبين جانبين جانب توعوي والجانب القانوني بتاخته هي الوزارة يعني الإجراء هذا صحيح مية بالمية فإذن بنهاية منختم برنامجنا قبل ما نختم هي حكت عن نقطة مهمة مكملات الغذائية اللي بتناولوها طلاب الثانوية العامة حاليا في مجالة نحذر عن أهمها صحيح الآن زادت كثير يعني إحنا نحذر من هذا التحذير غالبا يمكن أكتر من مرة سمعتونا كنا نحذر فترة من مستحضرات التنحيف هلأ حذرنا أكتر من المستحضرات اللي حطين عرض خاص للتوجيه وعرض خاص بهاي طبعا هاي التأكيد لأنه زي ما ذكرنا في البداية يعني فئة الشباب في حال التغذية السليمة لا بيكون عنده نقص لفيتامين فبيكونه مش بحاجة لفيتامين الشغلة الثانية إنه نقص الفيتامين كمان مش من أول حبة باخد الفيتامين بتعادل عنده إذا بتعرفوا تعمل الفخص بخليك تعيديه بعد شهر الدكتور أو بعد شهرين أو ثلاث شهور لا يزبط الوضع عنده كمان فيه كمان حابين نحذر هون نستغل الفرصة كمان مشروبات الطاقة هاي اللي باخدوها برضو الاكثار منها بخطر وكثير منها قد يؤثر على الكلة مشروبات الطاقة برضو هاي بتخوف فأتخيل إنه أنا الجملة كنت أحكي إنه إحنا منختم بالتذكير في موضوع إنه الأساس التغذية السليمة والمنتجات الطبيعية ما هي موجودة عندها يعني البرتقال البطي خلى موسم يعني كل أنواع الفواكه موجودة فأديش إحنا كنا قدرين إنه إحنا نعمل حالنا جدوى الغذائي صحيح أديش إحنا كنا قدرين نستمد الطاقة وهذا برضو على الأهل باعتمد كمان إنه لأنه يدربوا الأطفال عليها هذا الموضوع مية بالمية أكيد كل شكرا لأكلمات اللي اتفضلت فيها شكرا لكم شكرا لأيلك أهلا وصورة نسعد صباحكم وشكرا كثير لكم